السلام عليكم ومحبابكم في مهمة تحبيطية جديدة مبروك عوشرككم وكنتمنى هذه الحلقة هذه تلقاكم بخير وعلى خير لا تنسوش أخوتي دعموا القناة رأيكم تموت بهذا المعنى دعمواها باللايك والبرتاج والتعليق أزالكم وأيضا بغيت نشير إلى حلقة مهمة على خطورة تومور الجزائرية والتونسية رأي ندرتها يوم الخامس اللي ما زال ما تفرج فيها غادي نخلالي في أول تعليق ولا غادي نلقاها في القناة حلقة اليوم أيضا مهمة جدا بغيتكم تبقى وحتى الأخرى لحلقات لأننا سنعطيها معلومات تنصر لأول مرة واحد منفاخة جراروية كبيرة مصدعية لنراتنا بها من زمن نخليكم تشوفوا المقدمة للموضوع ونرجعوا من بعد الجزائر عليك خطيرة لأن الجزائر لا يوجد ديونية نقد الدولي أن ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية 2020 عليها حتى ديوني تجيل جزائر في المرحلة الرابعة بشعال ب110 مليار دولار في آخر 2022 في كل إفريقيا وشمال إفريقيا مستقلة بمواقفها مستقلة بمواقفها لأنه واحد ما يسأل نشفرنك ليسا 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 يخلص بالتمام فمروا على إعلان ويسارة المالية وبنك الجزائر قرض مبلغ 5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي على شكل اتفاق شراء سندات مالية محررة ما أثار حينها جدلا كبير جزائر عليك خطيرة لأن جزائر ما فيها ما عليهاش مليونية موضوع اليوم مليونية الجزائر علش الرئاسة والمسؤولين ديالهم تعلنوا رسميا ودائما أن الجزائر ما عندهاش مليونية خارجية وادشي من هيما تبوت في لقاء كنت كنت سمع أن الجزائر الدولة الوحيدة في شمل إفريقيا أو في إفريقيا اللي قال لك ما عندهش ديون أيضا جيرا السوق ديما مصدعين لنا رأسنا بالديون دي المغرب وتعايرون بها ويجبا هنا بغياب مليونية الجزائر حسب ادعاءاتهم حتى أن الرئيس عبد المجيد كدبون صديق وحبيب المغاربة يقول على أن غياب مليونية الجزائر هي اللي كتخليها خطيرة على الدول الغربية لأنها حسب ادعائه غير تابعة للغرب المادي يعني عندها سيادة كما يرويش وكيف ما عنده وصلت به حتى أنه قال واحد ما يتسانى فرانك اللي سال إيجي تخلص وهذا الكلام يمكنك تقوله إلا أنت متأكد مليون في المياه أنه فعلا ما عندك ديون من جهة أخرى كان صندوق النقد الدولي ليرتب الجزائر مؤخرا في الرتبة الرابعة بعد مصر السعودية والإمارات في القروض لكي يخذه يعني الجزائر واخده قروض كتر من المغرب كان أيضا منابر إعلامية جزائرية في العودة في البوتفليقة كانوا في الأخبار تعلنوا على أنه كان هناك ديون طويلة الأمد مع البونوك والمؤسسات الدولية وكي الإعلام المغربي بحل الشوف المقطع دائما تذكر وتؤكد لأن الجزائر عندها مليونية ضخمة عكس ما تروج له رسميا هذا أمر حايا وماذا أنتهي يا حبيب أو صاحبنا كذبون والجرار والإعزازين علينا أم أنتهي أقول آخرين عقليتي يقول لي أن أعطيهم فرصة لكي نفهموا كيفية هذه الديون كاملة عند الجزائر وهم يقولون لنا العكس معنا أي ديون وماذا كانت تفسير مثلها الآن جاء الجزائر في تركيبة الدين العام للدولة الجزائرية رأى 90% دين داخلي وتقريبا 1% أو أقل من 5% يعني أقول أقل من 5% يكون الدين خارجي حسب هذا المخلل الجزائري فإن الجزائر فعلا عندها ديون بكتر من 110 مليار دولار ولكن هو يقول أنها بلسبة فوق 90% هي ديون داخلية ليس ديون خارجي وهذا الكلام هذا رأى أغلبية جراروا كيروزولي فاشكتقول ليهم رأكم في الرطبة الرابعة من ناحية القروض في الدول العربية رأى جراروا فاشكتقول ليهم رأى عندكم ديون كين نص فيهم تقول لك رأك تكذب لأن الرئيس ليس ديون على الجزائر وليسا الفرانك يأخذه والنص الثاني دار مجهود تقول لك قاعدنا ديون ولكن هي ديون داخلية وانتا ما تتفهمش الاقتصاد وما عافشش كتقول لي أنك مروقي نشرحه واللول ما هو الفرق بين الديون الداخلي للدولة والديون الخارجي للدولة بصفة عامة الدين الداخلي للدولة هو الدين التي تأخذ الحكومة المحلية بمقتدى الاقتراد من المؤسسات المحلية مثلا البنوك المحلية أو صنادق التقاعد أو المؤسسات المالية الأخرى داخل الحدود بالبلد يعني داخل الجزائر وكيكون في الدين الداخلي عادة قرض الحكومة من القطاع الخاص وحتى من الأفراد ونزيد إلى سندة الخزينة التي تصدرها الحكومة وتعتبر من أهم أدوات الاقتراد الداخل المهمة لكي نبسطها لكم وتكون الأمور واضحة ونفهم بحال شي واحد بغي تسلف كمشي عند الأب دياله في نفس المنزل اللي يساكن معاه وكي تسلف من عنده يعني من داخل المنزل ليس كي تسلف من عند شي واحد خارج المنزل شي بران يعني الإبن كي تسلف من عنده هذا كي تسمى كريدي أو دين داخل والعكس هو القرض الخارجي منين الدولة كتلجأ لمؤسسة دولية أجنبية خارجية أو عالمية بزاف جراروا منين صدموا من تقرير صندوق النقد الدولي وحطهم في الرطبة الرابعة عربيا وما يخذوا القرض كتر من المغرب خرجوا لنا بهذا التبرير هذا وهذا الشرح هذا وقال لك لاحقوا الوادر على قرض داخلية صدموا مساكل وقعوا رأسهم غارقين كريدي كتر من المغرب وخا عندهم البترول والغاز والذهب وكي يمشي وحلوا المشكلة قال لك إن هذا شي عادي على قرض داخلية وما يخرجوا لنا بالتفسير هذا يعني إذا لمشي نقل بالنفذ القروض ديالهم الكاملة التي تفوق مية وعشرات المليار دولار غلقة وكاملة ديون داخلية حسب جراروا وحسب الرئيس دياله هنا احدا ستلقوا المعلومات الخاصة بالديون الخارجية فقط ما فيهاش الدين الداخلي ديال الجزائر منذ سنة ألف وتسعمائة وسبعين حتى سنة ألفين وواحد وعشرين وكيف ما كتشوفوا عكس ما يقول كتبون أو الجراروا أو المخللين ديالهم عندهم مليارات دولارات قروض سنوية وهذا شي فقط استروليا مزينت شي فقط من المؤسسات الدولية العالمية الكبيرة ما زال ما خديت كل شي هذا شي غير المؤسسات الدولية بها البنك الدولي أما رأي عندهم مازال قروض خارجية من جيات أخرى من غير المؤسسات الكبرى العالمية ونرى ما حالك يكتبون كتبون قال لهم 100 فرنك والله ما تحشموا هذه الناس والآخر قال لهم ذلك المخلل تسعودوا 90 قائعة في المياه قروض داخلية فقط وهذا شي هذا المنجا ما الذي يدعه ما الذي يسلفه وأصلا يكون هؤلاء داخلين في الجزائر ستسلفوكم 110 مليار دولار يكمش ربعات لعائلات كلها تسلفاتكم 39 مليار دولار كانوا مخبينهم في الدار أو في القراج المهم اثبتنا كاذب كل من رئيس الدولة الجزائرية والمسؤولين الجزائر أو الجمهورية الموز وقدبنا الجرارة وقدبنا أيضا المخللين في القنوات التلفزية وكيف مشتوه في السنوات الأخيرة في العودة لعبد المجيد شيراط والذي قال لك 100 فرنك الجزائر أخذت قروض من البنوك والمؤسسة الدولية بقيمة فوق 7 مليار دولار 7 مليار دولار ويقول لك لا يتسالون أي شيء ومع ذلك تخرجوا تكذبوا المخللين والمسؤولين والجرارة وفي ترتيب العامل للقروض الجزائر غرح أكثر من المغرب ومع ذلك تلقى الجرارة وتعيرون بالقروض وهما غرقين فيه وهذه العادة للكل الجزائري كعيرك بدك تشير لي غرق فيه وكي نقرب المغربة وحتى الجرارة من هذه القروض ومنقش نضروه غير على المستوى الماكر نعطيكم بعض الأمثلة الدقيقة وبالأدلة للقروض الخارجية التي خذت الجزائر على طول السنة واركزوا معي سنعطيكم أمثلة للديون الخارجية فقط نبدأ من عام 1992 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة يعني هذا طريق كالبنك الأوروبي الذي يمكلف به في عام 1993 حصلت الجزائر أيضا على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي علاش لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية العامة حتى شيء ما تصابت من هذا وذلك الفلوس مشاو في عام 1994 حصلت الجزائر على قرض بقيمة مئة وسبعة المليون دولار من البنك ما هو ما هو من البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية بما في ذلك مجالات المياه والطاقة يعني الجزائر اللي ستعطيهم مليار دولار دبار لكن تتخذ قروض من البنك الأفريقي أي الجزائر قد تتخذ القروض من البنوك الأفريقية والأوروبية لتصاب الجرار والبنية التحتية في عام 1995 عام 1995 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع تنمية ريفية يهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق الريفية تشيح حاجة ما تصابت من هذا الشيء لأننا كنشوفوا الطوابير والناس كنت تخنقوا على هذه المواد الفلاحية لأن الجزائر ما كنتنتجوا في عام 1999 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 4 مليار دولار لا شيء من البنك الأوروبي لا شيء من البنك الإفريقي اخذت 4 مليار دولار من عند اليابان لتمويل مشاريع تنموية بحال شبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية الحضارية حتى شيء ما نتيم الدارت و4 مليار دولار مشاتي هذا اليابان محسوبين على القرض الداخلية والقرض الخارجية في عام 2003 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 110 مليون دولار من البنك الإفريقي على التنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية للنقل والاتصالات تشيح حاجة ما تدارت وفلوس مشاه في عام 2005 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 100 مليار دولار من روسيا وعلاج خدوات القرض لشراء معيدات عسكرية وتكنولوجية حديثة روسيا كتبية لهم سلاح وفلوس الوقت كتبية لهم سلاح لأنكم عارفين الفيلم كيف أجدار في عام 2006 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 8 مليار دولار من عند شكون من عند الصين لتمويل مشاريع تنموية في البلاد مثلا تطوير حقول الغاز والنفط وتحسين البنية التحتية الحضارية والطرق والجزء الصين عود الثاني هو ما هي قرض داخلي ولا قرض خارجي في عام 2008 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 350 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضارية وإعادة تأهيل البنية التحتية في عام 2010 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 1.5 مليار من الصين عود الثاني لتمويل مشاريع تنموية المهم قال لك خدو القرض لتحسين البنية التحتية الحضارية والريفية وتطوير قطاعات النفط والغاز والتعديل في عام 2013 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة في عام 2014 وافقت فرنسا أي فرنسا على تمديد قرض سابق بقيمة 4.5 مليار أورو للجزائر لتمويل مشاريع تنموية مثلا تحسين شبكة النقل والطرق ومياه الصرف الصحي في عام 2018 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للثالث مرة لتنمية ودعم قطاع الصحة في البلاد واذا بدلكم شي صحة في الجزائر بحكم أنه يريد كذبون بشكل دواء في ألمانيا والجزار وأغلبيتهم كمشوي الدواء في تونس في عام 2017 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من الصين لتمويل مشاريع تنموية مثلا تحسين شبكة الطرق والمواصلات وتوفير الكهرباء والمياه للمناطق النائية في عام 2019 وقعت الجزائر اتفاقية مع اليابا للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلاد مثلا تحسين البنية التحتية عود ثاني تطوير الصناعة والزراعة وما كان لبنية التحتية لا صناعة لا زراعة وقال لك والتعليم والصحة وفي نفس العام تمت الموافقة على قرض بقيمة 1.5 مليار من الصين من البنك الدولي لتمويل مشاريع تنموية في الجزائر هذه المرة عود ثاني البنية التحتية الموارد المائية التعليم والخيطاع الزراعي كما حصلت الجزائر على قرض بقيمة 5 مليار دولار من الصين لتمويل مشروع ميناء في ولاية تيبازا عندما تعلمنا القرض من الصين بـ 5 مليار دولار كيف تسميه أنه قرض داخلي وكيف تسميه قرض خارج وضحكني هذا الموخلي الذي قال لك 90% قروض داخلية أولا الناس هم عشرين القاريين ايه الشيء نوى مناسبين معاكم عليها كي تحسبوكم من الداخل ايه الشيء نوى وهذا الروس وهذا اليابانيين وحتى القطاريين والسعوديين الذين يسلفوكم بالتخبية هذوك كلهم مناسبين معاكم عليك تحسبوهم قروض داخلية في عام 2019 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع في مجالة صحة تعليم الطاقة والبنية التحتية لا صحة تقدات للتعليم كي إلى البنية التحتية كاملة الفلوس كاملين في نفس العام حصلت الجزائر على قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تعزيز القدرات والتنمية الاقتصادية في البلاد في عام 2020 حصلت الجزائر على قرض بقيمة 455 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشاريع في مجالة النقل والبنية التحتية والطاقة. ما حصلت الجزائر على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل برامج تحسين الإدارة المالية وتنمية القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصاد. في 2021 مصيفة عامة 7 مليار دولار وفي 2022 مصيفة أيضا كثير من 7 مليار دولار. عارف فراسيز ضمتكم الجرارة. عارفكم لم تكن تصوروا أنكم غارقين قروض من دول بحل الصين واليابان والروسيا وفرنسا والبنك الأفريقي والبنك الأوروبي. وما ننسوش البنوك العالمية الأخرى وأيضا الدول الخليجية التي غالبا تخبيها تصفقات القروض التي تعطيكم. خاصة قطار السعودية والإمارات التي كانوا أعطوهم بزاة الأموال للنظام العسكري. وهذا ما أعطيتكم هو مجرد أمثلة. ومجرد اللائحة الكاملة. ومجرد من المئات الأمثلة هذه القروض الصغيرة وكبيرة خذتهم. وهي قروض دخلة في الخانة هذه القروض الخارجية. وفراسكي البلوفينجر أن الجزائر من السبعينيات إلى يومنا هذا اخذت كثير من سبعين قرد من البنك الدولي على شكل خطوط ائتيمانية. يعني تضيع خطأ ائتيماني مثلا بـ 11 مليار دولار أو بـ 15 مليار دولار وقتقتها منها. كانت تزد ذلك الفلوس وقتقتها في الاحتياط لها لتعمر بهم اقتقابي للسارقة والاختيلاس الذي كان يدرون النظام. وعبد مجرد تكتبون إلى يومنا هذا ما زال ما درشتك الكونترخوط طليل لكي يرجع الأموال منه. كيف حتى الأموال قضيتها غير قروض؟ هذا سيكون جراري سيطلع مع القالب وتقولوها موصيبة. نحن لدينا البترول والغاز. وكانت لدينا البحبوحة ودخلنا كثير من 2000 مليار دولار في العشرين سنة الأخيرة. وفي الأخرى تلقوا بلدنا كي يخذوا القروض الخارجية لكي يصابوا الطرق والبنيات التحتية. وفي الأخرى لا يوجد. واخذوا كريدية يجبتك من فرنسا لكي يصابوا لكم الأنظمة للزيغو أو الصرف الصحي أو للودي الحار. أي فرنسا التي تقولون أنها مستعمرة كتسلفكم لكي تجمعوا خنزكم. يعني نظامكم يدر لكم النهب المضاعف. النهب لكم مخسر على البوليزاري والتروات ديالكم المالية. وزيد عليها أسرق لكم القروض التي أخذها على ظهركم. هي قروض تحسب على القروض الخارجية والتي فاتت 110 مليار دولار أمريكي. ونحن كاملين عارفين أنه باقي أنتم مخدامين بالبنيات التحتية التي خلتها لكم فرنسا من أي حال. ونزلتوا بزيارة تحويجة لها. من غير هذا البطول الذي قدرته وسلو طروس. وبقاء الجرارة انتح هذه القروض في المغرب. المغرب كيف مكان الحال ما عنده لا غاز لا بيترول لا بيترول لا بيترول. حتى إنتاج المغرب للقروض راجعت معه. وأهم شيء أنه تخلصوا في الوقت ديالهم. والترتيب الاعتماني دياله حسن من ديال الجزائر. المنصيبة والكاريتة هي بلاد البترول والغاز والذهب غارقة في القروض الخارجية. وصراحة برافو 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 النظام العسكري. أنه مغرق البلاد كاملة كريديات خارجية. ونجح أنه يقنع الشعب لقدو. أنه ما عندهش القروض مع العلم لأن هذه المعلومات متاحة للجميع. وقال لهم كتبون ما يتسالون فرنك واحد. لقوا رأسهم غارقين في قروض خارجية 1.110 مليار دونار. وباقي العاطي عاطي. فرحت هذه الملعب الخرباقي مرتضلة. اللي بناوليكم الشينواء. رخضيتوا علي قرض خارجي بالمناسبة. قلنا لكم سابقا. نرجعوا الأراضي المقتطعة من فرنسا المماليها. وربيغي سيئل عليكم. رجعوا الصحراء الشرقية للمغرب. رجعوا الصحراء التونس. ديال ليبيا أيضا. ودية المالي. وخلوا الشعب القبائلي يقرر المصير دياله. إذا بغي يكون شعب القبائلي ويدل جمهورية دياله. نحن نصفقه له وقوله عليهم بروق عليكم. إذا قال لك إلا إحنا ماشي قبيليين إحنا جزائريين. نقول لكم بروق عليكم. المهم خلواهم يقرروا المصير دياله. وتوبوا من هذه اللي كتبيره. وبعده منها وبعده جيرانكم. لا ربما تقبل توبة ديالكم. إذا بغيتوا التوبة. وأنا عارف مغديره شيء. ودائما عزيزي المتتبع قيد هذه عندك. الجزائري لا انتقدك أو إلا عيرك أو إلا سبك أو اشتمكرة كي سبك أو كيعيرك بشي حاجة. عارف أنه غارق فيها واحدة الودنين دياله. قال لك الدعارة مثلا عارف أنه غارق فيها. قال لك الديون أو القروض الخارجية عارفوا رعا غارق فيها. قال لك الطماطيش أو الطماطم الغالية في المغرب عارفوا أنه حياته كاملة في الجزائر. يشريها بكثير من خمسةاش درهم يعني بكثير من مئة وثمانين الف الفوق. وفي أغلب الأحيان ما ترقى هاش موجودة. وفي أغلب الأحيان كتكون طماطيش ديال المروك اللي كتجيب ضعف الأتميناء من عن موريتانيا أو من عن فرنسا. وهذه رأيي القاعدة الجرارو. الخيب الجزائري ماشي دياله ديال المغربي. والزوين المغربي ماشي ديال المغربي ديال الجزائري. الجرارو أصيروا في كل كريديات ديالكم. رعا الغاز والبيترو القريبي سهلي ورعا موصيب عندكم. شكرا للمتابعة قدام ديالكم. كان معكم حاتم المرابط. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.